كشف المهندس باسم بن عقوب الحمر وزير الإسكان عن انتهاء الوزارة من أعمال المرحلة الأولى لتنفيذ أساسات 16 برجا سكنيا بمدينة سلمان والتي توفر 1382 شقة سكنية مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في الموقع بلغت 27% نعم قال الوزير أن الأبراج السكنية تم تشييدها وفق تصاميم الجيل السادس العمرات السكنية وأن المشروع يتضمن كافة الخدمات التجارية ومواقف السيارات والمساحات الخضراء ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2023 أكد الحمر أن الجهد الهندسي يعكس مستوى التخطيط المسبق والكفاءة في دارة المشاريع الإسكانية بمملكة البحرين والقدرة والوفرة الإنتاجية للمصانع المحلية فضلا عن الخبرات المتلاكمة لدى مهندسي الوزارة موضحا أن المشروع أنجزا دون حوادث أو إصابات حيث تولي الوزارة اهتماما كبيرا لمتطلبات الصحة والسلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة مع سرعة الإنجاز تطرق الوزير إلى مراعاة الوزارة في مشاريعها لضرورة الاعتماد على توفير معايير الاستدامة كالطاقة الخضراء ومواد البناء صديقة للبيئة وتوفير بيئة آمنة وعصرية تتناسب مع احتياجات المستفدين لتحقيق أعلى مستويات الجودة مع جميع المرافق وخدمات البنية التحتية التي تتبعه الوزارة ضمن استراتيجيتها الجديدة في جميع المدن الحديثة وذلك في إطار جهود المملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030